موسيقى اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين وفخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشين توزن لهب طبعا في هذا المقطع رح نستكمل سلسلة ايش رح يصير لو وفمقطعنا اليوم رح يكون ايش رح يصير لو قتلت انثني فورمين مختطف تيلي جاكسن وايضا ايش رح يصير لو ساعت انثني فورمين وخليته يعيش فيلا نخش في المقطع طيب بالنسبة للاشخاص اللي ما يعرفوا انثني فورمين بكل بساطة كان شخص يضايق تيلي جاكسن لسبب ما اولا رح تقابلوا في مدينة الفلنتاين تعالوا نشوف ايش صار اصلم أنه شخصصي ت plank jaفرك او من المبغلث شخصاي شخص ما انا رأية اذ شكرا بisher امت طبعا زي ما شفتوا هذا كان اول لقاء بينكم وكانت الامور يعني فيه ما هي واضحة والامور اكثر ضبابية لكن اللي واضح انه يعني فيه نوعا ما من المضايقة طيب خلوني اكلمكم واذكر لكم بعض المعلومات عن انثني فورمين بكل بساطة انثني فورمين هو قائد عصابة الاخوان فورمين وهو يبغى ينتقم من تيلي جاكسن لانها سوت شيء معين وبعد ما سوت هذا الشيء تركت العصابة ومن جهة اخرى لهذا السبب تيلي جاكسن انضمت لعصابة دوتش عشان تخلص نفسها من عصابة الفورمين وأذيتهم وقروشتهم بكل بساطة شخص سيء وعصابة سيئة طيب بعد فترة من الزمن وتحديدا في الشابتر الرابع انثني فورمين راح يختطف تيلي جاكسن بشكل كامل طبعا لما ميس كريمشو وارثر مورغين عرفوا بالموضوع على طول راحوا يساعدون تيلي جاكسن ولما يوصلون للمكان راح يحصلون انه مليان بالحراس والعصابة متواجدة في المكان بكثرة فلازم يتعاملوا مع هذول الحراس ومع هذا الموضوع تعالوا نشوف سويا ايش سووا ما تروا هوا من المشكلة؟ الفترة تمائز استعالوا مع حزاً اننا نستطعت لذلك وقبضاً لاحق لها احذرني اشعالك طوحي و أعلم کہ بس طوحيด واحد بس طفلاً مجدون احذرني احذرني طبعا زي ما شفتوا ميس كريمشو طعنت الحارس طعنة مفاجئة وبعدها على طول آرثر مورغين رح يداهمهم ورح يخش على البيت ويقتل بقية أفراد العصابة وتيلي جاكسون رح يحصلها في أحد الغرف ماذا أبعل؟ ت hood محمد إليان عسكي ستولي حاضن ر twist قرض انفف dread تبدو ليما لا نماد ما نظر الذي تهرب بخشوف بعضك أيضا آخر naught طبعا زي ما شفتو انثني فورمين وبعض افرادو هربوا من المكان لما عرفوا انهم انجلدوا او انهم هربوا بعد ما عرفوا انهم خسروا المعركة طبعا الان كل اللي عليك انك تكتل اللي هربوا معاه وبعدها تمسك انثني بالحبل ولما تمسكه رح يدور حوار شيق بينك وبين انثني وفيها رح يبرر موقفه تعالوا نسمع سويا انتظر الى افرادو وقت رحلت تكلم بانه ايه انثني فورمين و شكرا لتعرفتها انثني ايه انتظر الى اى اه اريد انتر ايه انتعرفه بات نعطي بسترد ايه انتر ايه توانعا ايه اني لم يتعلم ايه اني لم يتعلم ايه هذه المساعدة تقلق فيني لا تشعر بشكل جيد عندما تكون تقلقاً تلاحيك تقتلت مجدداً مجدداً لا تقلق، ستكون مجدداً بسرعة ما تفعل معي؟ لا تقلقاً أتمنى أنت تتلقى ما تحصل تتحركتك من تلك مجدداً تتحركتك بالتحركة تتحركتك بالتحركة تحركتك بالتحركة طبعا زي ما سمعته تيلي جاكسن قتلت ابن عم انثني فورمين لذلك هو يبي يقتلها عشان ينتقم لموت ابن عمه طيب خلونا نطالع في الموضوع من جهة تيلي جاكسن وليش قتلت ابن عم انثني طيب خلونا نطالع في الموضوع من جهة تيلي جاكسن وليش قتلت ابن عم انثني طبعا غالبا غالبا هذا الشخص اللي قتلته حاول يعني انه يسوي لها شي معين يعني مثلا حاول انه يقتصبها او حاجة زي كذا لذلك هي يعني سوت ردة فعل وقتلته لانه مستحيل مستحيل اي شخص يقتل شخص معين بدون اي سبب اكيد سواله شي معين فغالبا غالبا في ذيك الفترة يعني كان منتشرة لاقتصاب وزي كذا فممكن قتلت هذا الشخص عشان حاول انه يقتصبها وهذا امر يعني بنسبة 60 الى 70% هو الصحيح طيب الان راح تاخذ انثني فورمين لتيلي جاكسن ومس كريم شو ورح يدور حوار بينكم انا مشهد راكسن ولمدرنا جاكسن ومس كريم شخصا تشوف سينمك انه معين يقول انه لا يدور سيك انه انت تحلق اتشارك تمت بسطورها نحن نعلم، تليجقس تلك خبقك المشاركة ليس لذلك تبعه، أرثر تريد أنه؟ أريد أنه يذهب إلى وقت وقال المحبنينه المعادي ومع المساعدينه يحلق يتركيييييييييييييه عيداً أنت تفعله هذا، أعطينا؟ أو يجب أن أعطيك آحيه نحن لدينا العمل اتركتك بسيطة الحياة تتحدث الحياة تتحدث انها تتحدث ولكن انا قمت بسيطة اذهب انتهى حسنًا لنذهب اتركتك 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 طبعا زي ما شفتوا كنت مخير بين امرين يا انك تقتلوا او انك تتركوا يروح ويعني ينسى الموضوع بالكامل طبعا لاحقا راح اوريكم خيار القتل لكن الان خلونا نفصل في خيار ايش راح يصير لو انك تركت ويعيش طيب بعد ثمانية سنوات بجون مورستن راح تحصل ملصق في الساندينيس وتحديدا في مكتب الشيرف في مدينة الساندينيس وهذا الملصق راح يكون لانثني فورمين طبعا الان انثني فورمين مطلوب للعدالة وعلى راسه تقريبا 85 دولار بكل بساطة انثني فورمين مطلوب للعدالة بسبب السرقة والابتزاز وغيرها من الامور اللي ما احب اقولها طيب الان لازم نمسك انثني فورمين بجون مورستن وطبعا راح تحصل انثني في بار معين وجون على طول راح يسأل البائع وين انثني هل شفته هل جاء عندك سابقا وفي اثناء السؤال على طول انثني راح يهرب بشكل سريع ومفاجئ طبعا الان راح تلاحقه وتمسكه بالحبل ولما تمسكه بنجاح وفي اثناء ما انك توديه للشرطة راح يدور حوار رهيب بيناكم تارنس ما سويا بينام طبعا زي ما شفتو انثني فورمين نوعا ما نسي موضوع تيلي جاكسن ومعاد صار يهتم زي اول لكن بمجرد ما جون مورستن ذكره بالموضوع بدأ يتكلم عن العصابة وانها معاد صارت يعني زي ما كانت اول بعد ما مات ابن عمو يعني فيها تغيرت اشياء كثيرة طبعا بعد ما ينتهي الحوار راح توديه لمقر الشرطة وتحطه في الزنزانة والشيرف راح يشكرك كثير ورح يعطيك المبلغ اللي على فورمين ورح يكون 85 دولار طيب في شي رهيب جدا واللي هو انك تقدر تزور انثني فورمين في السجن وكل ما تجيه راح يدور حوار بينك وبينه تعالوا نسمع اول حوار توجد حوار بينك توجد حوار بينك بحوار بينك بحوار بينك بحوار بينك بحوار بينك بحوار بينك ورّبين ماذا توجد بنا؟ لا توجد محترما فقط نعرف المملك من المبارك من 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 تلك طيلي على هلها طبعا زي ما شفتوا جون مورستين ذكروا بأرثر مورغين وميس كريم شو وآنثني على طول افتكرهم وعرفهم ووصفهم ببعض الأوصاف على سبيل المثال وصف ميس كريم شو بالمتشائمة في الجهة الأخرى وصف آرثر مورغين بأنه يملك شيء كبير بداخله أو زي ما وصفوا حرفيا قال إنه في شيء في عينه صراحة الحوارات اللي بين الشخصيات جدا جدا رهيبة وأبدعوا فيها روكستار أما بالنسبة لخيار القتل هذا هو شوفوا معايا خطوة الحوارات اللي بين الشخصيات سعيدة اعتقد معك سعيدة بأردن لا نستطيع اختيار للمساعدة لك شكرا يلا سلام عليكم